في محطات يمكن اليوم بقسف عليها ونهون غلطت بس بالنهاية أنا دايماً كن صادق مع هالمهمة الأساسية هذي الصلاة بهذي القوة من وين استمدأتيها؟ رح روح من هالمهنة ويمكن من هدنة وبعد عندي أسئلة بدون أجوبة للأسا من هو الشخص اللي احترمتي أكتر شيء؟ كل واحد عطاني شيء شو أكتر شيء راسخ بزهنك من هيداك اللقاء؟ لازم اللبنانية يحسموا بقى نحن شعب واحد إلى أي درجة بالتالي الصداقة بتملي على الصحافة شو بدي يقوله وكي بدي يقوله؟ يعني ما بعتقد أنه القراء طبعولي مفروض يفكروا مثلي مش المهم تقدير توصي لرسالة المهم يستوعبوها كان يقول ميشيل قدي بلا سكرلاة حداد عندي عين وحدة كان يقل ليها بغير طريقة هل أنت خيفي على لبنان؟ نعايشين على أنابي الموقوطة الأمور ما شفت يا رايحة؟ إسرائيل ما فيها تربح شوي الفكر بتحبي أنه الناس يخدوا عنك؟ هالنظرة أنه سكرلاة هي الصوت الآخر سكرلاة حداد أهلا وسهلا فيك ببودكاست حديث من أحاديث مع ريكاردو كارم أنا السعيد أن أعملت فيك منذ وعي على السياسي في لبنان ومنذ بداية قراءتي النهمة للإصدارات للكتب للمطبعات كنت متابع كبير ووفي لأيك أنت كنت وقت بالماجازين وكنت دايما أنطر من أسبوع إلى آخر العدد الجديد كي أقرأ اللقاءات والمقالات اللي عندك تبيها كنت خلال كل هذه السنوات تابعتك وكل هذه السنوات بيقيت وفي لأيك أنت احترمت فيك مش حسك الصحافي وهذه الموهبة الكبيرة وهذا الأسلوب المنفرد لكن هذه المصالحة مع الذات مع النفس هذا السلام الداخلي اللي عندك وهذا النبل في عملك أنت المقلالي اللي ما باعوا نفسهم ولا روحهم بقيوا متصلحين مع ذاتهم مع فكرهم مع وطنيتهم مع عشقهم لهالوطن باختلافاته وبخلافاته هالمعادلة هدي كيف دلت يوصل طيلا أول شيء أستاذ ريكاردو شرف إلي إنك إنه أعمل هالحديث معك عن جد يعني هيدا كان حلم إلي وبشكرك هلا ما بعرف إذا مش عم بتبالغ شوي بالمقدمة بس أنا يمكن إذا في شي فخورة فيه بحيات دي هو إنه بقيت متناسقة مع نفسي يعني متل ما بلشت كان عندي اندفاع كبيرة متل ما حضرتك أنا بلشت بالتمانينات يعني اندفاع كبيرة وحشرية كبيرة وأمال وطموح كبيرة بعده هلأ عندي نفس الحشرية ونفس الإرادة إنه إفهم ليش هالوطن المعتر دايما بيصير بيروح من مشكل لمشكل يعني مثلا أنا بسأل حالي طب إنه أوكي حضرت أول حرب تاني حرب خالص بكفة بحيات وحدة بس لا يبدو في مشكلة بنيوية يلي أنا عم جرب لأنه أنا حرصة على هالبلد حب لهالبلد يعني هل حيدي خلص مسيرة حيات ما بقى فيني أرجع لورا ما بقى فيني غير ما فيني غير ما كفة بنفس الطريقة لجري بإفهم مشان الأجيال الجاية يعني ما يعملوا ذات الأخطاء يعني يكونوا أحلام وقعية أكتر فيه فيه بعد أسئلة بدون أجوبة وهيدا اللي بيقهرني يعني رح روح من هالمهنة ويمكن من هدني وبعد عندي أسئلة بدون أجوبة للأساء شاء الله لأ لكن مهنة الصحافة هي مهنة المشاقات والمتاعب والتساؤلات والأسئلة وهذه الحشرية اللامتناهية هذه الفضلية وبنفس الوقت هي أيضا هذه الإرادة على تغيير الواقع على قول الحق والحقيقة نحن ببلد حقيقة فيه بتخوف ناس كتار دفعوا تمن قول الحق والحقيقة ونرجع طبعا نمكن لزمان الخمسينيات ومن بعد ونشوف كم يوجد فيه شهداء لهذه الصحافة شهداء لهذه السلطة الرابعة وكل واحد مننا طبعا على ما أدرته على ما كانته بهالقمقم اللي هو فيه بيعتقد بيخاف على حاله بيخاف على نفسه أنت ما خفت أبدا هذه الصلابة هذه القوة من وين استمديت إياه لك أول شي بتعرف وقت بتكون شاب وقت كنت صغيرة ما بتفكر كتير بتكون بتطحش وبدك تعرف وأنت عندك مهمة هلأ صرت بفكر أكتر شوي مش بكتير صرت بفكر بس دايما عندي أنه بدي أفهم لازم أفهم شو عم يعني ما بدي روح من هالدني ما قدرت أفهم ليش نحنا هيك ليش هل ما رأنا حد حد تاريخنا حد مستقبلنا بدي جاري بأفهم وبحس أنه هاي مهمتي أنا ما بحكم على العالم ما عندي حكم أوكي كل واحد عنده رأي وبالنهاية فيه ناس بحبزون أكتر فيه ناس بستلطفون أكتر أو بلاقي حالة بمشروعون أكتر بس بالنهاية أنا ما بحكم أنا مني قاضي أنا بقول الصحافة هو بقوله كيف شاهد تموى وشغلته يوصل لا ويقدر يساعد الناس تفكر يعطينه المعطيات بس أنا مني حكم ما بحكم على أحده وبجاري بأفهم الكل وبعتقد أنه كل واحد له حق يعني يعطي وجهة نظره وأنت عليك تصدقه ولا لا تناقشه ولا لا بس نحنا شغلتنا بالأول نفتح المجال للكل يقدروا يحكم وأنا بحب هالمهنة يعني بعشق هالمهنة لأنه هيك لأنه بتفتح مجال للكل لأنك أنت مضطر تسمع للكل بتغيير رأيك بتتأثر أو لا بس المهم أنت تكون صادق مع حالك قال لا يمكن بتاريخ المهنة عملت في محطات يمكن اليوم بأسف عليها ونهون غلطت بس بالنهاية أنا دايما كنت صادق مع هالمهنة مع هالمهمة الأساسية حماستك خفت مع الوقت لا لا اللي خف شوي أمالي إنه بحس دايما نرجع منعيد ذات ذات الدوامة بس لا بعدها حماستي وحشريتي وبعدها فضوليتي مثل ما بتقوله بالعرب النحوي لا بعدني بفتكر هايدي ما رح تتغير يعني بس أكيد الإمكانيات الجسدية خفت بس الحب المعرفة بعده وزيته ألتع بشوي إنه أنت شاهدة شاهدة على ما يحدث حولك إن كان بلبنان أو بالعالم العربي أو بالعالم لكن طبعا هو تركيزك بعملك هو على ما يحصل في هذا البلد في هذا الكيان يدي اليوم عم يهتز يلي ما عارفين كيف رح يتحول وين رح يصير نحن اليوم عايشين بالمجهول المجهول بيخوف ذكرتي قبل شوي كلمة الأمال يمكن بيخلينا بعدنا بهالبلد مكملين وعم نوعك اليوم عمروه على أشغالنا هو فيه عنا أمال وفيه عنا أمال معقودة لكن ننظر للعالم كله ملاقي العالم كله منه ماشي العالم كله حتى الدول الكبيرة حتى الدول القرار يعني ما في شي فيها ماشي وبشوف أنه ما كتير متلف عن غيرنا بشوف أنه بدول تاني ممكن فيه أمن وفيه أمان بس كمان فيه خيبات كتير الخيبات هي مرادفة لكل أنظمة سواء بالدول التقدمية أو بالدول المتحضرة أو بالدول العالم الثالث هيدا البلد برأيك سكرلات وأنتي شاهدي على فصوله المختلفة شو بيميزه وشو بيخلينا متعلقين فيه لدرجة أنه برغم كل الفرص والمغريات كتار منا رفضوا يفلوا وأنا منه يعني أنا ما بخفي عليك أنه رحت سنتين على كندا على أساس خلصنا طوينا صفحة لبنان يعني رحت كإميغري أنه كان بدي فكرت أنه بقدر أترك لبنان وراي ما قدرت لحقني لبنان لهني وورجعت بعد سنتين حسيت أنه لا ما فيني يعني ما بعرف ما بقى في مجال تسأل حالك إذا طلطت ولا لا لأنه خلص صارت لأمور هيك وأنا بصراحة ماني ندماني لأنه بهيدا البلد في شيء يعني بتعيش بره حضرتك يمكن بتعريب ما في نفس العلاقات الشخصية يعني فيك تقعد نهار ما تحكي مع حدا غير شغل ما تشوف حدا العلاقات الشخصية هون دايما مختلفة الناس لطيفة بيرد النظر عن بعدين إذا بتقريب بتحك بالسياسة أو شيء بتينفجر بس بالهيك بالأول تعاطي مع دايما الناس لطيفة بتهدم فيك بدأ تعرف إذا بك شيء إذا بدك تساعدك هلا أنا وجايل عندك شفت على الطريق وحدة مرة عم تمشي وققعت كيس ومن تبهيت يمكن واحد على الموتو وقف ونزل وشلى إياها وصاروا يزمروا له الناس يعني هيدا شيء طبيعي عنا شيء طبيعي بفتكر هيدا قيمته قيمته بالإنسان هالبلد في شيء بيعلقك بتعيش بره يمكن فيه أمان وفيه مستقبل وفيه بس بيضل فيه شيء نائس بيضل ضو الشمس هون غير شيء البحر هون غير شيء الجبل هالقرب هاي أنت عندك بتعرف شو فيه مشاهد خلاقة مناظر خلابة بهالبلد شو فيه شو فيه مطارح حلوة هيك إذا بتطلع بمجرد أنسى شوي أنك أنت بلبنان تطلع هيك بتشوف قديش حلو هالبلد بقول أنا كل ما بطلع مطرح برات إذا بدك محيط الصغير بقول يا الله شو حلو هالبلد مش دي عانو شو عم نعمل فيما عم نعرف في قيمته للأسف فيت فينا عدة عوامل خلتنا نشك بحالنا وما نحب حالنا مثل ما نحنا كلنا سوا أنا بقول لازم اللبنانية يحسموا بقى نحنا شعب واحد مع اختلافاتنا مع مع كل شي في إشي كتير يعني بتفرقنا بس في إشي كتير بتجمعنا وهي دي ميزة لبنان هاي ميزة لبنان خرام نروحها هيك بس ما بعرف إذا حدا رح يسمعني برك من خلالك برأيك مين هو العدو اللدود للبنان للبناني وما هي المعضلة الأكثر خطورة على الشعب اللبناني هي هيدا التدخلات الخارجية اللي بتخلي بعض الأفريقاء كل واحد يحس إنه بيقدر يعمل شي لحاله هل هي طائفية يعني لا هي الطائفية بحد زيتها نظام الطائفية لعنا هي الاستغلال الطائفية لحتى يخلوا إنه كل طائفة تحس إنه فيها تعمل فيها مستقبل لحالة فيها هي تعيش بطريقة ما ما أنت قيمتك ليش الناس كانت عرفت إنه في نهار لو ما في ليل ما هيدا نحنا مناخد من بعضنا عم بتفلصف شوي زياد بس إنه هيدا حلو تفكر هيك أنت لأنك بختلف عني ببين أنا وإلا بنكون كلنا مثل بعضنا ما حدا بيميز بني نحن هيميزتنا هيدا هالاختلاف هو هيدا اللي بيعطي هالقيمة بتجي على لبنان في عندك شوي من فرنسا شوي من أمريكا شوي من إيران شوي من سعودية شوي من في عندك كله هيدا موجود بجرافية صغيرة وإذا فدك كل واحد عنده هالناحية الإيجابية نحن دايما نركز على السلبة بس هي غنى هي هالتنوع هو غنى ما فيها من نتذكر ونحن عايشين أو نحن هلأ موجودين بقلب بيروت بقلب رأس بيروت يعني رأس بيروت كان دايما هي بوابة لكل هالاختلافات هيدا لكل هالتنوع الموجود اللي هو طبعا عامل غنى وثرة لقلنا كلنا ما بعرف ليش بوتا بيجي لهوني أنا بشعر بنفسي لدنيني أكتب من غير مكان تاني بلاقي ما بعرف معنى ما عاشت هوني بس درست هوني برجع معها أمريكية ببيروت بلاقي إنه بتختزن كل هالطيارات السياسية والعقائد المختلفة والولاقات المختلفة والطواف والمذاهب والحركات الطلابية والحركات الثقافية اللي صارت هوني المسارح المقاهي الصحافة كله كان هوني وهيدا هو لبنان بهالاختلاف وبهالتنوع ويلي بيعمل إبداع يعني هالاختلاف هو اللي بيعمل الإبداع ما في شك ذكرتها بشوي كلمة فرنسا فرنسا طبعا علاقة تاريخية مع لبنان من انتداب فرنسي إلى استقلالية عن فرنسا إلى فرانكوفونية إلى لغة فرنسية متجذرة في مجتمع معين انت من حراس هذه الفرنكوفونية ومن عشاق هذه اللغة انت تبكت به باللغة الفرنسية انت بتراسلي باللغة الفرنسية انت بتطلع على جشات التلفزة إذا باللبنان باللغة العربية لكن للخارج باللغة الفرنسية الفرنكوفونية هي في انحصار في هالبلد هي في تراجع بها البلد هل بتشوفي انك عم تقدري تتعبري أو عم بتوصلي الرسالة إلى أكبر عدد ممكن فيك تصليلون أم هاللغة بحد ذاتها كانت رادع وحاجز لعدم وصول أفكارك إلى شريح أكبر من الناس والتلفزيون إجا حتى يكون قيمة مضافة لقالك انت أستاذ ريكاردو خليني أقولك أنه ما في شك أنه الفرنكوفونية عم تترجع بلبنان وبالعالم إجمالا على قد نفوذ إذا بدك الدولة الفرنسية يعني بس هي أنا بالنسبة إلي اللغة الفرنسية هي مش مش فرنسا اللغة الفرنسية هي سقافة هي قيم هي أكبر الفلاسفة بالعالم يعني من منتسكو كلهم هولي يعني يعني كيف تقولك أثروا على تاريخ البشرية مش بس على الفرنكوفون بينتون يعني بترجمون بكل اللغة هي دي يعني هي دي قيمة مضافة هي دي بتعطيك بدون ما تمس بهويتك أنا فخورة أني لبنانية ما بعف اليوم إذا بعد فينا نقول هالشي بس بالنهاية أنا لبنانية بس أنا بقول هي دي قيمة مضافة أني أنا عندي اطلاع ووصول على كل هالعالم هالسقافة وإن اليوم بتسأل حالك مثلا أنه هالقيم اللي أنا تعلمتها الثورة الفرنسية اللي أثرت على العالم كله من سنة 1789 بسأل حالي شو باقي مننا اليوم بالعالم الحالي بس معلش لازم يضل عندك هالبوصلة وهي دي بتساعد يعني هلأ طبعا وقت اللي بلشت أنا بالثمانينات كانت بعدها اللغة الفرنسية بأحلى حالاتها يعني باللبنان هلأ اتراجعت بس إذا بدك هلأ بحس أوقات بكتوبي ممكن ما بحس علي أنا كتبت شي مقال مهم يعني ما بحس إنه عنده هالصدى بس مثل ما حضرتك قلت إجي التلفزيون عوضتلي عن يلي كان قبل بس وأنا ما عندي شي تاني أنا ما عندي مؤسسة أنا اشتغلت كصحفية من وراها صارت الناس من ورا مقالاتي ولقاءاتي بعز الحرب أنا كنت دايما مصرة وكنت يمكن الوحيدة أو من الأقلال يلي يروحوا من منطقة لمنطقة ويعملوا مقابلات يعني كنت دايما كل ما يتسكر باب افتح شباك تسكر شباك افتح طاقة لأنه عندي هال اندفاعة وهيدا يلي خلى هلأ الجيل الجديد ما بيعرف هالشي بس كله تراكمات وصلت ل يلي هلأ أنا هو يلي الشاشات العربية باللغة العربية بتسمحلي يعني وصل لجمهور تاني ما بيقراني وماشي الحال بعتقد يعني المش المهم تقدير توصل لرسالة المهم يستوعبوها أنت الصوت نبيل لي ملا صوتا لهم أنت صوت كثيرا من ناس أنت صوت ناس مغلوب على أمر ونو مكسورين حملتي لها الصوت ووصلتي لكثيرا من ناس وكثيرا من العالم كان يقول ميشيل قدي بلا سكر لا تحداد عندي عين وحدة تعرفي هاشي كان يقل لي إيها بغير طريقة أنا هيك قال لي إيها مرة ها صحي بس هو له فضل كبير علي صراحة وإنسان عنده كان سقافي وعي وإدراك وحب للغة الفرنسية وبذات الوقت حب للصحافة يعني حب لها البلد بالنهاية لأنه لأنه في كتير محطات يعني 30 سنة بالأوريون أنا أوريون لجور في كتير محطات يعني كان في إذا بدك مشاكل وهيكي ودايما هو كان يقول لازم نخلص كارلت لأنه هي الصوت وريفاق بيعتبروا صوته نشاز أو صوته مختلف وخارج إطار الجوقة يلي هني بينتمه لألا لك هيدا بفتكر مسيرة حياتي من أنا وصغيرة يعني دايما أنا ما بعرف ليش يمكن لأنه نحن خمس أولاد وصعب تبين وقت في خمس عندك أربع أخوة أختين وخيين كيف بدك تبين غير إذا كنت مختلف أو تاخد رأي عكس دايما رأي السائد من أنا وصغيرة وكفيت بالمدرسة وكفيت بالجامعة وطبعا طلع بالماجازين وبالوريون يكونوا هني من رأيه دايما أنا رأي الآخر يمكن يمكن صار عندي نوع من عادة من تحدي طبيعي أنا بالنسبة إلي إنه هيدا التحدي لازم دايما نكون في إنه أنا الصوت الآخر صدقت يعني إنتي هشي ما قرأتي يعني حصل بطريقة عفوية إيه بس كمان بتصير تقول طب معقولة من أنا وصغيرة قلتلك بين إخوتي كنت دايما أنا مختلفة يعني بد يكون في شي فيني مش بالظروف يعني يمكن أنا كتفتش على هيك الظروف بدون ما أعرف باللواعي طبعي دايما نحط حالي بالموقع اللي أنا مختلفة عن البقية بس هلأ بحبي يعني هالشي ما بيزعجني سكلت بعدين أنا ما عندي مشاكل شخصية مع العالم يعني فينا نختلف فيه وين ينتقدون ينتقدوا أرائب السياسية بتعفو بتطلع على التلفزيون غير من وقت تكتب مقال بتكتب بتجرد بس بتطلع على التلفزيون بتكتعطي رأيك مش رأي الجيران يعني هيدا الشي بينتقدون اي اوكي أنا قبليني هالشي بس أنا ما منقش باكي شخصي مع زملائي بالعكس عمر عش عش عمر هي المشكلة انه بهيدا البلد لاحظتوا أنا يمكن ما عرف بغير بلدان نفس شي بينطبق لكن الناس مانا قادر تفرق بين العلاقات الانسانية والشخصية وبين الافخار السياسية الناس بدون يكي تفكري متلون بتقول اللي بيحبوا يقولوه هني وتحبي الشخص اللي بيحبوه وتكره الشخص اللي بيكرهوه واذا ما عملتي هيك بتصيري بمقلب اخر وفيك تصيري عدوي للأسف هيدا لاحظني وبعد كتير صدقات حقيقة ما استمرت لانه في انفصام والناس ما قدرت تفرقت وغلب الاختلاف السياسي على العلاقة الشخصية وعلى هذا الرابط العاطفي يلي بيجمعنا بعضنا ويحكينا عمنا قبل شوي ويلي هو بيميزها البلد انه الانسان شوه اللبنان يعني طبيعة حلوة عظيم وجبال وبحر لكن اهم شي هو الانسان اللي فيه وكلنا يمكن ركمنا صدقات كتير بالعالم انا بحكي عن نفسي يعني ما في بلد بالعالم اللي ما في عندي صديق فيه اذا كان بالارجوي او كان بالصين لكن اغلبية اصحابي اذا مش تسعين بالمية منه لبنانية العايشين بالعالم كله لانه اللبناني بيختزل كل هذه الجنسيات وكل هذا التنوع وبيكون قيمة مضافة بيجمع كل التناقضات هايدي وبقدمها بطريقة بتفيدك انتي وبتغنيك انتي وبفريك انتي اسكالات لتأيتي طبعا بوجوه كتير بهالمشهد السياسي وبهالمسيرة الطويلة من هو الشخص اللي احترمتي اكتر شي صعب هيدا سؤال عم تحرجني في ما بعرف انا بحس انه كل واحد كل شخصية ايبالتا وايبالت كتير اللي بش كلهم بيجوا عراسي تعرف كمان اكبرنا بالعمر اللي اكتر من اربعين سنة بيشتغل بالصحافة كل واحد عطاني شي يمكن شي سي ويمكن شي مني بس كل واحد منهم عطاني شي كل شخصية اغنتني بشي يعني وهيدا انا اللي بحبه بها المهنة انه بتتعرف مجبور تسمع اذا ما اقتنعت بس هيدا بتمرن انت كمان كيف طريقتك لتفرجي انه هما معوحا واذا اناعك كما بدك تفرجي انه ليش اناعك يعني كيف ما كان هو تحدي لزهنك وهيدا شي كتير كتير حلو وبعدين في العلاقات الشخصية الوجه الانساني لا يعني في كتير مين اكتر شي مين انا اكتر شي من مين انا تقربت بصراحة رئيس ميشيل عون يعني يعطيني الشانس انه كان يستقبلني دايما يعني بطريقة كتير منتظمة اي منتظمة ريجوليار يعني يعطيني وقت وتقدير بتحكي معه كل شي يعني مش بس بنحكي سياسة بنحكي استراتيجية بنحكي ايمان بنحكي دين بنحكي حب بنحكي كتير امور شخصية ولاده يعني كل هالجانب الانساني ما صار لمجال يعني يكون عدي نفس العلاقة مع غيره كتير بس اكيد اثر فيه كتير من هالجانب هيدا اكتر هو شخص يعني فيه ايمة انسانية يعني انا كان عندي شانس انه تبين قدامي بس فيه شخصيات بتلا دولة رئيس نبي بير دايما حلو تقدير تجتمع معه لانه دايما بنكته بيعمل لك نكت بس كلها الى معنى يعني بدك بوقت لترجع تستوع بشو قلق بدي انا برجع يه هك ليش ما جوابت مثلا لانه هو كتير سريع الخاطر وطبعا فيه فيه المستوى عنده السياسة اليومية والمستوى استراتيجية كله فيك تناقش فيه وفيه كتير ناس يعني ما بعرف تعرفت عليهم ضمن هالرحلة طويلة ومتل ما قلت لك كلهم كلهم اقدموا لي شي هل في وجوه السفزيزية التي تقاتي فيها هي بتشكل لغط او جدل حولها هل تقيت بسيد حسن نصر الله مثلا هل حورتي هل قبلتي عملت له حديث اي سنة في سنة سبعة وتسعين وقت كان جاي البابا جان بول دو على لبنان وقتها بالجريدة بالقريون الجوك طلبوا مني انه نشوف شو رأيه بمجيء البابا يعني بالدور المسيحي وكل هالشي كان كانت مقابلة انا برأيي كتير مهمة يعني كنت حابة انه لو بيرجعوا بينشروها لانه كتير حكي عن المسيحية وعن القيم المسيحية وعن كيف بيشوف دور المسيحية وكيف اذا كان في كان وقتها بعد ما طلع يعني بعدها كان عم بيناحكى انه حزب الله بده دولة اسلامية مع انه كان يعني بهالجو هيدا هو يجاوب انه هو اللي ما بيتنافو مع بعضه وحكا كتير اصلا هو انسان كتير موزون هيك بيحكي بهدو بيمزح ما بيخلي ما يخلي المحاور ويحس حاله غلط أو يملبك بيحطك بريحك ايه لا كانت مقابلة بعتقد بوقتها كان الى اهميتها الى يعني كانت بوقتها لتأتيه بفترة كان بعده طبعا عم يستقبل الناس ايضا بشكل منتظم كان عم بيلبي بعد الدعوات الاجتماعية انا بتذكر لتأيته مرة واحدة بافطار اقامته مؤسسة امام الصدر بنفس السنة بفندق الكمودور كان بعده عم يطلع على الناس قبل طبعا ما ينعزل ويبتعد لأسباب امنية اكيد لكن يزيلهم بقالك شو اكتر شي بقى راسخ بزهنك من هيداك اللقاء شو بتجاوبيني لطافته يعني بفجأة انا رايحة وبتعرف شوي مرعوبة عم بحكيك من كذا سنة مرعوبة وملبكة وبتعرف انو مش شخصية عادية وحزب الله وانا بتعرف منين جاية يعني من غير مطرح وهيك لا لطافته اسراره انو يخليك تحس انك انت بي امان وفيك تقول شو ما بدك ويرايحك كان بدي يريحنا يريح المحاور طبعا اسكالات مين الشخصية اللي رفضت التقفية وتحورية بفتكر بكلها التاريخ هيدا في شخصية وحدة ويمكن غلطت هو الشيخ احمد الاسير هيدا مطلب مني اعمله مقابلة بتتذكر وقت طليع على فرية وصار هيك وخيم فوق وقالو لي هو مرته يعني كان فيه الى هيك كانت ممكن يعني طبيعي انو صحافة يفكتش انو يروح يشوفوا من وراها الى رمزية وقتها ايه الى رمزيتها وقالا كان وقعها هيد الحادثة طلبوا مني بالجريدة وهي المرة الوحيدة انا بذكر انو قلت لا يمكن غلطت الو حقه كمان بس انا ما حبيت حسيت انو ما حسيت بقدر اعمله بتعرفي بالعالم كله يعني كبار الصحفيين التقوا بكل الاشخاص يلي بيشكلوا جدل حولهم يلي طبعا قدر التقى بوسامة بن لادن بابرا ووتروز واحدة منهم مثلا طبعا كانت سبق صحفي من ابرزهم بحياتها يلتقى بكارلوس بالسجن نفس الشي وهلو مجرة عم بحكي عن شخصيات يلي تعتبر على لائحة الارهاب والمطلوبين للعدالة قاطبة بعالمنا العربي الصحاف يلتقى بشخصية يمكن منبوزة بشخصية فرد عليها او قبات معينة او وضعت على لائح معينة بخونو كيف تفسر هالمعادلة هايدي بالخارج الكبار بيصفقول بيزقفول اذا لتقوا بشخصيات كبيرة وبعالمنا اذا لتقنا بشخصيات كبيرة متخون لانه نحن بتعرف نحن شعوب عاطفية وبتقدر تأثر يعني الاعلام كمان قد ما هو وسيلة لإيصال الحقيقة هو بذات الوقت فيك تستعملها لتوصل عكس الحقيقة يعني اذا انت مثلا انا مرة لفتني باحدة المحطات التلفزيونية كان فيه بلاتو وفيه مثلا اخت واحد استشهد بالجيش بحرب الجرود وام واحد من يلي قتل الجيش ما فيك تحطن على بضيع الانسان اذا ما عنده هو صوابية بالفكر يعني بيفكر انه مثل بعضهم الضحية والقاتل هني مثل بعضهم عن نفس الطاولة واذا هيده بتحكي احسن من هيدك شوي يعني الناس بتقتنع بمنطق القاتل مش بمنطق الضحية يعني مسئولية اللي عم جاري بقوله انه الاعلام مسئولية كبيرة يعني انت بتلاقي حقه انا تنع انه كل شخص له حق يوصل رسالته بس كمان اذا كان هو شاطر وانت ما قدر تتبين نقط ضعفه فاذا هيده بتمرق على الناس وبتقدر بتأثر يعني قد ما هي وسيلة لمعرفة الحقيقة فيها تكون هي وسيلة يعني بفهم شوي ما بفهم كتير لانه هيده حق بس بمطرح ما كمان انت مش دايما قدر تسيطر على على فكر على كيف الانتباع الناس من ورا المقابل بتعمله الصحافي له الحق ان يكون عنده صداقات بين السياسيين وإلى اي درجة بالتالي الصداقة بتملي على الصحافي شو بدي يقوله كي بدي يقوله لكن الصحافي منه روبو الصحافي انسان وعنده مشاعر وبيقدر يشوف حدا ويستلطفه ويشوف حدا وما يستلطفه بس هل قديش بتأثر هالعاطفة الشخصية على شغله هون اللي بيقدر يتحسب عليه بس انه يحب فلان ولا ما يحب لا الطبيعي نحنا مننا روبوية نحنا يعني في عندنا مشاعر وفي عندنا أحسيس بس المهم انه ما تخلي هيد الأحسيس وهالمشاعر تخليك انت تضيع بوصلتك يعني تضيع شو بقوله الأوبجيكتيفيتات تابعيتك موضوعيتك هيا هي هي بس انه مش غلط يعني بالنهاية بالحياة كل واحد في ناس بيحبها ونس ما بيحبها ما فيك تحب كل الناس بس المهم ما تأثير على طريقتك بالشغل وتوصل وبعدين كل واحد بيعمل بيعمل استنتاجه أنا بأمن يعني ما بعتقد انه الكراء طبعولي مفروض يفكروا مثلي أنا علي أعطيونه هني حرين يصدقوا ولا ما يصدقوا ما بدي أنا أملي عليهم فكرتي أبدا بس أكيد طريقة التحليل أو التعليل طريقة السرد طريقة إصادة المعلومة يعني بيكون في العلاقة بهذه المشاعر الشخصية ما في شكلك مطلق أي صحافي بس وين وين بتدخل الموضوعية انك انت بتقول لقارق اللي عم يقراك انه انت عم تاخد هول المصاد هالمعلومات من هالمصدر هلأ المصدر بتشك فيه ما بدك يه هيدا صار انت الكارق إله حق يقول أنا ما بصدقه ما بديه بس كمان أنا علي يقل له من وين المصدر وهو بيقري بس مش معنات ما إلي حق إله هاي الخبرية هيك بيقول هيك المصدر لأ أنا بعتقد أنا كتير دقيقة بهالشغل بعرف أنه في كتير ناس بينتقدوا وعيدا والأصلا ما فيك تعجب الكل ونحن معوادين صرنا بهالبلد بس أنا دقيقة مش لأنه بخاف من الانتقاد لأنه هيدا مسئولية هيدا شغل مسئولية سكلت مقص الرقابة الذاتية ورقابة الصحيفة كم مرة مرأوا على مقالاتك وبالتالي إلى أي درجة أنت حرة سؤال مهم هلأ شو الحرية بالنهاية هل في شيء اسمه حرية مطلقة ما بفتكر لا بس أنا براعي وهن براعوا يعني أنا براعي حساسية الأغلبية بالجريدة والقراء وبفتكر إني كمان لو ما بحسوا أنا كمان قيمة مضافة ما في شيء بيجبروني خلوني مش أمانة مش هلقدة نحن منتمي إلى وطن منعشقه كلنا ويمكن وقتا منقارنه بدول الجوار ودول المحيط ما فينا منقول ونكرر ونركز على قيمة الحرية اللي منتبتع فيها نحن بها البلد عنا القدرة نقول اللي بدنا إيه ونفكر متل ما بدنا ونقول متل ما بدنا عنا حرية قول عنا حرية تعبير وهيدا شيء منه موجود بكل الأنظمة العربية هالقيمة هيدا لازم نعززها بي لبنان ولازم نحافز عليها لأنه هي بتجعل منها البلد حقيقة قبل لكل الناس قبل لكل الناس المعارضين سياسيا ثقافيا اجتماعيا هل أنت خايفة على لبنان هل أنت خايفة على هذه القيمة بلبنان أنا خايفة على لبنان هيدا بقلك إيها بصراحة هلأ بهالمرحلة هاي أنا خايفة على لبنان لأنه صار واضح أنه في خطة كبيرة بغض النظر عن الحرب اللي دايرة هلأ بس ما بعد لخلق مشكل داخل اللبنانية هيدا اللي بخاف منه المشكل داخل اللبنانية يعني نحنا عايشين على أنابي الموقوطة موجودة بهالبلد من الداخل الإنقصامات الداخلية والتعصب اللي موجود ببعض الفئات من الإيادات السياسية اللي كل واحدة ما بتفكي غير بمصالحة صغيرة مش عم بيقدروا يشوفوا الصورة الكبيرة من الوجود الصورة اللي هو مخيب ما في بلد بالعالم بيقبل أنه يستقبل ناس حين على قد عدد سكانه يعني أو أو أقل شوي أنه في شي مش منطق على الوجود الفلسطيني على الطموح الإسرائيلي بتحطيم النموذج اللبناني اللي هم بيّن أنه من زمان وجاء بيزعجون هالبلد بيزعج بعدين في شغلة أنا صرت وصلت لها وصلت لها الأناعة أنه بفترة من الفترات كان لبنان بيشكله بيتنوعه بيحريته كان ضرورة للعالم العربي كان يحسوا أنه لازم يكون فيه هيك بلد اليوم ما بعرف إذا بعضهم حاسين نفس الضرورة يعني ما بعرف إذا حاسين أنه فيه هالحاجة لهالبلد لأنه صار عني عندون حرية وصار عندون يعني كل اللي كنا نحنا نتغنى فيه إيه بحد ما ما هيدا لأنا بقوله مشان هيك نحنا ما لازم يعني فيه فرق بين الحرية الموجودة بلبنان والحرية الموجودة بمحيطنا بس نحنا إذا نحنا ما آمننا ببلدنا كيف بدك غيرنا يآمن فيه يعني وقتل بتشوف أنه اليوم لو مظبوط مثلا الاتحاد الأوروبي هموا التنوع اللبناني كيف بيشبرنا عشوي أنه خلوا الناس حين السوريين وبيقى هيدا مش كلام أبدا عنصري هيدا كلام واقعي عددي إذا بدك طب ليش ما حدا فرقني معه يعني إذا نحنا ما تمسكنا ببلدنا مش هني رح يجي يقولونا لأ حافظوا عبلدكم هيدا أنا اللي خايفي منه إذا نحنا ما صار في عنا صحوة داخلية لأنه هلأ بتسمعها هالقيادات اللي عم تسمعها بتحس كأنه بك في انتخابات كل واحد بيحكي بطريقة شعبوية كأنه بك عنده انتخابات يجيب صوت طب لا يا جماعة اللي عم بيصير كتير كبير عم بترجع بعادة تكوين المنطقة متوازنات المنطقة ويمكن ويمكن العالم ما بعرف بين أوكرانيا حرب أوكرانيا وحرب فيه إشي كتير عم تتغير كان يقول بدي أذكرها لو تسمحلي أنه رئيس ميشيل عون كان من قبل وقال كان بعده بالرابي كان يقل لي وقال فيه الأزمات الكبيرة البلاد الصغيرة لازم تخفع حالها لازم تحمي حالها تحمي راسها نحنا بشو بيحمينا غير وحدتنا اللي عم بيصير كتير كبير وبقدر يروح البلد بالمغليطة بغفوة لأنه نحنا بالنا كل واحد بمصالحه الصغيرة مش شايفين الصورة الكبيرة هيدا أنا اللي مخوفني صراحة اللي بتشوفي اليوم أنه قصف المصنع والطريق المؤدي إلى سوريا وتدميره إلى هذه درجة هو اللي منع عودة النازحين إلى سوريا لا لعزل لبنان لعزل لبنان في حصار بدون يعملوها لأ هن اللي شو بقولوا أنه قلب يمر والسلاح منه أنت مسدق أنه السلاح رح يمر وما في مليون ممر على الحدود غير شرعي على الحدود اللبنانية السورية بدون يبرؤوا من المصنع مشان هيك مبين أنه هنا في نية لتقصيب تقطيع أواصل قطع لبنان عن بالنهاية سوريا شئنا أمقى بينا هي بوابة بوابة لبنان على العالم العربي بكرة بيبلش الحصار البحري خلاص يعني أنت محاصر وبعدين بكرة داخل المناط داخل البلد صيروا يقطعوا الطرقات لحتى الناس لأنه النموذج التعايشي المختلط التنوع هيدا اللي زاعج إسرائيل واليوم ما رح تلاقي حدا يدافع عنك إذا أنت ما تمسكت فيه لو أن شايف الأمور رايحة يعني أنا شايف أنه نحنا هلأ ببين أنه شو ما هلأ أنه ما رح نقيم إذا كانت مظبوط لحرب فتح جبهة الإسناد ولا لا بس الواقع أنه مبين أنه هني عم بيقولوا الجرائد الأمريكية عم بتقول معناتها كان فيه تحضير لا يوم يجي مواجهة حرب جديدة مع لبنان قامتها كانت بتصير قبل بعد أهلا صار هاتو إيد بس هيدا نحنا كان لازم نخط براسنا أنه عكل حال جاي قدمين يوما ما هيدا المواجهة ما فيه مهرب مننا هل كنا جاهزين هيدا السؤال أنا بعتقد لا عكل حال مش بال يمكن حزب الله كان جاهز بس الناس مش ما حضرنا نفسيا لهيك لهيك مواجهة ما تحضرنا نفسيا لهيك مواجهة هلأ وقعت شو بدو يطلع وراها أنا برأيي يعني إسرائيل ما فيها تربح والإتكال على أنه أمريكا وقت تجي إدارة جديدة وإن شاء الله بتجي شو ما كان بيكون عندها مشروع معين ما بتعود هلأ مكبلت الأيادة متل ما هي هلأ أو بيعملوا حالهم مكبلين الأيادة مبارف بك الأيام قدامنا بتقول بس هلأ بمرحلة مفتوء يعني الإيدان ساحة مفتوحة لناتنياهو لا يعمل شو ما بده هل رح ينجح أنا بقول لا بس لازم نحنا وعم نبين نوع من التضامن وهيدا كله هيدا شي بوزيتيف يعني بتريكم عليه بس لازم نكفي بهالجولة إنه ما صيرنا واحد شئنا أم أبينا اليوم لو طلب منك أنك تكوني رئيسة تحرير الوريون الجور لنهار واحد ما رح تسير طب مبال نهار واحد وطلب منك تحطي عنوان لها المرحلة كيف بتعنونيها أنا بقول إنه مستقبل لبنان بالفرنسي شو بتعطي عنوان سي لابنك دي لبان كي تنجو مطال إنه شي من هالنور إنه مرحلة خطرة سكرلات مين بعد عباليك تشوفي تلتقي كلون أنا بحب شوفهم ما بشبع مين الشخصية فيها تكون لبنانية فيها تكون إقلمية فيها تكون عالمية عبالي تلتقي فيها وبتحس إنه فيك تطلع منها كتير أمور ما حكيتها وما قالتها لكن بسرعة أنا كتحب بحب شوف البابا البابا فرانسيس لأنه يلي عم بيعملوا إنه بدي بفسروا عن لبنان شوي أكتر يعني حتى بحس إنه بيمكن بيقدر يكونوا عندو كنت بحب شوف مين بدي أقلك بعد القيادات اللبنانية كمان ليكون فيه حديث بالعمق بس بيضلك حاسس إنه مش وقتا مش هلق الوقت قد ما فيه قد ما الضغط اليومي متعب يعني ما أنك فاضي تفكر بإشياء أكبر ما بعرف في كتير في كتير الحمد لله بيضل فيه لمن بتقول عزرا؟ بقول عزرا لبي يلي كان حط بي زرع بقلبنا حب لبنان حب لبنان يعني تنوع بأي كان يعني الله يرحمه من زمان مات بس كان يقرأ القرآن وأنه نحنا ما نسيحية بس يعلمنا أنه في شيء بالقرآن لازم تعرفوه ويمكن ما قدرنا خفزنا على هالأمان اللي عطيتنا إياها للأسف بس ما نجري بعضنا عم نجري لأمين بتقولي شكرا لأمين بقول شكرا لأ الله كتير خير وعملت أنا اللي بدي بحياتي كنت حب الصحافة عملت صحافة كنت بدي عيش بحرية عشت بحرية الحمد لله كتير خيرك كتير بيعرفوك وبيتابعوك ومكونين فكرة عنك وكتير ما بيعرفوك تعرفوا عليك هلأ للي بيعرفوك ويلي ما بيعرفوك شو هي الصورة اللي بتحبي إنو الناس يكونوها عنك شو هي الفكر اللي بتحبي إنو الناس يخدوها عنك إنو أنا إنسان متصالح مع نفسه كتير خير الله أعشت متل ما أنا بدي بحرية ضليت متل ما النهار اللي بلشت لنهار اللي رح اترك إن الله راد ما حدا بيقدر يعني يملي علي رأي ما حدا بيقدر يربحني جميلة بشي بعدني حرة خريت الفكر الحرية الفكرية متل أهم شيء بالحرية بعدني حرة بصدق تنيع بغلط أوقات بس بالقليلة دايما صادقة بعتقد إن شاء الله كون هيك بهمني الناس يفهموا هالشي يعني يفكروا هالشي حتى إلي ما بيحبوني ما عندي مشكل فيهم ما يحبوا رأيي بس بالنهاية أنا ولا مرة بنية الإساءة بس هيك أنت هيك وأكيد هيك نحن معتاز فيك إن شاء الله سكرلات أنا بسطت كتير بهاللقاء وبتأمل من السابق يرجع يجمعنا مرة تانية وأنا بشكرك إنك سمحت لي عبر عن مشاعر يعني قليل لأولى بصراحة يمكن أقول مرة بقولها يمكن بقولها لحالك كمان أقول مرة مارسي ريكاردو هذه إضافة لأقليل لك لنا شكرا شكرا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا